موسيقى بتوقيت مصر أهلا بكم حلقة جديدة نناقش فيها مستجدات التصالح على مخالفات البناء بمصر بعد الموافقة على طلبات الريف دون فحص كما نستكشف حقيقة الجدل الدائر حول صدور قرار بمنع إقامة المرأة دون الأربعين عاما في بعض الفنادق بمفردها ونلتقي الدكتور أحمد يوسف أحمد الفائز بجائزة الدولة التقديرية للعام الحالي وختاما ماما حامل لقاء مع بطلة الفيلم المعروض حاليا في السينمات ليلة علوين فاصل وينطلق نقاش الليلة في مطلع الشهر الجاري أعلن المجلس الأعلى للثقافة المصرية منح جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية للدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وذلك تقديرا لمسيرته وإسهاماته التي نتعرف عليها في هذا الحوار برحب حضرتك دكتور أحمد ومبروك على الجائزة أهلا وسهلا يا أستاذ نسمى والله يبارك فيك وشكرا على التهنئ في البداية دكتور أحمد كيف علمت بترشيحك للجائزة وهل هي المرة الأولى التي يتم بترشيحك فيها لجائزة الدولة التقديرية الحقيقة لا أدري إن كان من حقي أن أقول ولكن هذه الحقيقة أنه بمجرد أن تم التصويت وتأكد فوزي بالجائزة اتصل بي مشكورا الأستاذ الدكتور أحمد مرسي أستاذ التراث والأدب الشعبي المشهور وهنأني بالجائزة وكذلك اتصل بي الأستاذ محمد الوكيل مدير مكتب أستاذ الدكتور مصطفى الفقي الذي طلب منه إبلاغي بالفوز بالجائزة ما قيمة الجائزة دكتور بالنسبة لحضرتك؟ شوفي يا أستاذ نسمى هي طبعا التقدير للإنسان بيلقاه على عمله الحمد لله بيلمسه في حياته اليومية يعني بحكم أننا أستاذ جامعي الإنسان يقدر يجد صدى ما يفعله عند طلبته عند زملائه عند أساتذته لكن بالتأكيد أن تكون هناك جائزة من الدولة فهذا أمر آخر لأنه معناه نوع من الاعتراف من الدولة بأن الجهد الذي قدمته في مسيرتي العلمية يستحق التكريم والحقيقة أن أنا في هذه المناسبة لابد أن أذكر أن دولتي الدولة المصرية صاحبة فضل علي ليس علي وحدي أنا تعلمت بالمجان في الدولة عينت في الجامعة منذ تخروجي حتى دعمتني جامعة القاهرة في محنتي الصحية وبالتالي أن يشعر الإنسان بأن البيئة المؤسسية التي يتحرك فيها وعلى رأسها جهاز رفيع مثل المجلس الأعلى للثقافة أن يشعر بأن هذه المؤسسات تقدره هذا شيء بالتأكيد يفوق أي تقدير آخر نعم هل شعرت لنحظة أنها تأخرت؟ والله الحقيقة كثير من الذين هنقوني استخدموا هذا التعبير لكني لم أفكر أبدا في موضوع التأخر لسبب بسيط وهو أني أعتقد جادا أن هناك من زملائي وأساتذتي بل وطلبتي من يستحقون هذه الجائزة ولم يحصلوا عليها وربما بعضهم توفاهم الله ولم يحصلوا عليها فليس لدي مفهوم محدد أن في حاجة اسمها الجائزة تأخرت أو لم تتأخر مع أن كثير من المهنئين استخدموا هذا المصطلح نعم طبعا أنا هنتهز فرصة وجود حضرتك معي في البرنامج وأتحدث قليلا عن الشأن العام وأبدأ من الثقافة كيف ترى وقع الثقافة المصرية الآن؟ والله يا أستاذ نسمى أنا لست في موقع يمكنني من إصدار حكم شامل على الواقع الثقافي لكني كمواطن مصري تلقى قدرا من التعليم أحسب أن الواقع الثقافي يعني متشابك بمعنى أن فيه بالتأكيد أبعادا بالغة الإيجابية وفيه أبعاد أخرى لنا عليها ملاحظات بالتأكيد هناك في تقديري الشخصي يعني نخبة من المبدعين المصريين في كافة المجالات الثقافية والحقيقة لو حضرتك يعني راجعت الأسماء التي فازت بالجوائز هذا العام على كل المستويات وفي كل التخصصات بالتأكيد ستجد أن هذه عينة صغيرة لنخبة واسعة من المبدعين في كل المجالات ولكن من ناحية أخرى هذا لا ينفي أن لنا ملاحظات سلبية على تردي الأداء أو تردي الإنجاز في أبعاد أخرى يعني مثلا كما أننا نستطيع أن نرصد أفلاما سينمائية متميزة للغاية ممكن نجد أن هناك أفلاما أخرى شديدة التردي في مستواها الأمر نفسه مثلا ينطبق على الدراما التلفزيونية هناك أعمال متميزة جدا سواء كانت أعمال وطنية أو اجتماعية وأعمال أخرى الحقيقة لا يمكن أن ننظر لها إلا على أنها أعمال لم تترك أي أثر أو أي بصمة أو تروج لسلوكيات معينة وما قلت على السينما والدراما التلفزيونية يمكن أن ينطبق حتى لا أطيل على أبعاد أخرى للواقع الثقافي المصري لكن أنا انطباعي الشخصي أن الواقع الثقافي المصري بصفة عامة يحمل آفاقا إيجابية واسعة وإنه لو أمكن توفير الإطار الأكثر ملاءمة للإبداع الثقافي فإن الأمور ستكون أفضل من الواقع الراهم ما هو الإطار من وجهة نظرك يا دكتور لتحسين الوضع الثقافي المصري الآن؟ والله الإطار متعدد الأبعاد بمعنى أنه من الممكن أن يكون البحث عن الأطر المؤسسية الأنسب للإبداع الثقافي البحث عن سقف أعلى لحرية الإبداع الثقافي البحث عن تشجيع ما للمبدعين الثقافيين بعض الأعمال على الإبداعية على سبيل المثال لا تجد الدعم المالي ولا يملك أصحابها أن يعني يمولوها بأنفسهم يعني هناك صور شتى يمكن أن توفرها لتوفير إطار أفضل لإبداع الثقافي دكتور أحمد دا يا قدني للسؤال التالي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة قال أنه تم تقليل نسبة حجب جوائز الدولة التشجيعية هذا العام وصلت إلى حجب ستة فروع فقط من أصل 32 فرع مقارنة بحجب 21 فرع في عام 2019 هل منظومة الثقافة لم تعد قادرة على تخريج مبدعين حقيقيين أم هناك تقصير في البحث عن المواهب والمبدعين؟ هذا الأمر فيما أعتقد كان يزعج كثيرا المسؤولين عن المجلس الأعلى للثقافة لأن حجب الجوائز قد تكون له دلالة سيئة أنه يعني كأن الواقع الثقافي لا يرقى إلى مستوى هذه الجوائز والحقيقة أن الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس في العام الماضي كان مهتما اهتماما خاصا بهذه المسألة وأذكر أنه اجتمع بمقرر اللجان وبحث معهم هذه القضية واستمع إلى وجهات نظرهم وأعتقد أنه اتخذت إجراءات للقضاء على بعض المشكلات الإجرائية وربما ظهر عائد هذه الإجراءات هذه المرة في أن عدد الجوائز المحجوبة أقل بكثير من العام الماضي كما أنني أود أن أنوه أن حجب الجائزة لا يعني بالضرورة أن مستوى المتقدمين غير ملائم ولكن في بعض آليات التصويت إذا تعادلت الأصوات بين أثنين من المرشحين فإن الجائزة تحجب وقد يكون هذا أيضا مجال لتطوير ما في السنوات القادمة أنه من الممكن إتاحة اقتسام الجائزة بين أثنين بدلا من حجبها نعم دكتور أحمد هناك من يقول أن هناك أبعاد سياسية للترشح لجائزة الدولة التقديرية برأي حضرتك ما حقيقة هذا الأمر؟ يعني شوفي حضرتك أنا قد لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال إجابة علمية لكن أقول لك بصراحة أنه مثلا قبل ثورة يناير كنا نلاحظ أن بعض الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة وبالذات جوائز الدولة العليا التقديرية مثلا إلى آخر هذه الأمور كانوا ممن يشغلون مناصب سياسية رفيعة وبالتالي كانت هناك شبهة الخلط بين الاعتبارات الموضوعية والاعتبارات السياسية في منح هذه الجوائز دون أن أذكر أسماء معينة أنا أعتقد أننا في السنوات الأخيرة تخلصنا من هذه الشبهة وأعتقد أن الجوائز وقد شهد بهذا كثيرون على نتائج جوائز هذا العام أعتقد أننا تخلصنا من شبهة الخلط بين الاعتبارات السياسية والاعتبارات الموضوعية أشكرك دكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية والحائز على جائزة الدولة التقديرية شكراً جزينا للمشاركة على شاشة بي بي سي ألف شكر لك يا أستاذ ممكن قوي أطفال من المرض يتولدوا مفيش جلد خالص فرقليهم ممكن الطفل يتولد مفيش جلده أصلاً في إيديه أنا هنائل سادات كنت أمي لثلاث أولاد اتغيرت حياتي كلها رأصاً على عقب لما عرفت طبعاً أني أنا حامل في بنتي ياسمين كنت سعيدة جداً وطول الحامل مفيش أي علامة خالص تدل على أن البيبي ده في أي مشكلة بعدما خلفت ياسمين دكتور الأطفال اكتشف أني في عندها تعويرة بسيطة عند الأنف وتعويرة في الإيدين فاقترح قال أن أنا شفت حالة قبل كده هوت من حالات الأطفال وشخص المرض قال أنه هو انحلال جلده فقاعي ولكن الخفيف منه أول ما الطفلة بيتولد الضوافر بتبقى منوجودة والجسم بيبقى نسبة الجروح اللي فيه قليلة لكن ممكن قوي في الشهر السابع أو الثامن كل الضوافر بتقع سواء كانت الإيدين والرجلين السابع بتتلسق مع بعض والجونتس بتاعت الرجلين والإيدين ما بقاش فيها عندها نوع من اليونة فالطفل بيبقى لا قادر يمشي ولا قادر يقعد ولا قادر ينام ولا قادر يعني بتتطور الحالة بتاعته إليه إنه هو في سن الاثناشر السنة أو خمستاشر السنة بيقعد على كرسي متحرك الدول كلها بتتكتف مع بعض من خلال مؤسسة كبيرة اسمها ديبر انتوناشنال علشان يتوصلوا إلى بحث ما يغير في الجلد نفسه الجين النائس في الجلد ويبتدوا أنه هم يعملوا جرافتينج على الجلد حتة بحتة دي تحت التجارب ولسه ما معتمدتش بعد ما ياسمين توفت قررت أن أنا أعمل جماعية لمساعدة الأطفال اللي كانوا أصلا بيجوا عندي أيام ما كانت ياسمين عايشة نحاول إن إحنا نوصل للطريقة المسلئة في كيفية التعامل مع الطفل وزي نقدر نشيل الطفل من إحساسه بالألم وإحساسه بالاضطهاد وإحساسه بأنه هو منهوش أي أحقية في أي حاجة وفي نفس الوقت إنه لو فيه أي عملية يد أو أي عملية في الأسنان أو في العينين أو في الأذن جراء هذا المرض أو فرد اليد إحنا بنساعدهم في تكلفة كاملة فيها عندي دايماً إحساس بأن ياسمين هي السبب الأساسي لهذه الرسالة السامية وأن هي جت علشان توصى الرسالة وأتمنى من الله أني أقدر أكمل الرسالة بتاعتها جدل كبير شهدته مصر خلال الأيام الماضية حول ما تردد عن صدور قرار يقضي بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي بالإقامة بمفردهن في الفنادق والمنشآت ووصل الأمر إلى إقامة دعوة قضائية لوقف تنفيذ هذا القرار وللتوضيح معي في هذه الفقرة كل من الأستاذ علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال الغرف الفندقية والمنشآت السياحية أعلم بحضرتك أستاذ علاء والمحامي صلاح بخيط مقيم الدعوة رحب بحضرتك أستاذ صلاح في البداية أستاذ علاء ما حقيقة ما تردد عن صدور قرار يقضي بعدم السماح للسيدات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي بالإقامة بمفردهن في الفنادق والمنشآت أولاً أهلاً وسلام حضرتك والسادة المشاهدين بي بي سي حول العالم هو في الواقع ما فيش قرار طلع بهذا الشأن عشان يحصل عليه تعليق ولا في نفس ذات التوقيت ورد إلى وفة المجلسات الفندقية أي شكوى من أي طرف بهذا الشأن يعني حضرتك ما سمعتش بيها خالص هذه الشكوى من قبل إلا بعد إقامة الدعوة أو بعد ما تردد في السوشال ميديا؟ هو بعد ما تردد في السوشال ميديا لكن ما يتردد في السوشال ميديا يمكن يبقى أحداث فردي لكن ده ما يدفعش إن إحنا نحبطه في العموم أو نقول إن هو قرارات وخصوصاً إن هي لا مصدر لها طب أستاذ علاء حضرتك قلت في تصريح ليك إن الفنادق بتستقبل السيدات دون الأربعين عاماً دون محرم وتقيم في غرفة سينجل إلى لو أن ضوابط الفندق تمنع ذلك وسؤالي هل ده معناه إنه أي فندق من حقه إنه يضع ضوابط تقيد حرية النزلاء وتمنع استضافتهم؟ لا في الواقع أنا يعني التعبير جزء منه صواب والجزء الثاني منه لم يصيبه الصواب لأن مش طالما المنشآت الفندقية مرخصة من وزارة السياحة وتتبع وفق المنشآت الفندقية فمفيش لوائح تعم على العمى يعني مفيش لوائحة داخلية تعم الداخلي بالداخلي لكن كل ما يتعلق بالشأن العام ففي لوائح وقوانين منظمة للسياحة والفندقة والتسكين يجب الاتباح أستاذ صلاح على أي أساس يا أستاذ صلاح أقمت هذه الدعوة؟ حضرتك أعدد من الفندق الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة عندها تعليمات بمنع مزول السيدات دون سن الأردعين دون أزواجين أو دون محلم والتعليمات دا حضرتك موجودة في العديد من الفندق مثل فندق ريال كراون بالإسكندرية والتعليمات دا للفكرة نزل على الصفحة الرسمية بتاعت الفندق واحنا معنا الطرطور الرسمية اللي بتأكفل الكلام دا وتقدمنا بعدد من البلاجات ضد عدد من الفنادق مثل ريال كراون بالإسكندرية وفندق كلباطرة وفندق سراميسة الإسكندرية وسستار وفندق قعود سبورتيند وفندق ريال مارشيل بالقاهرة والتعليمات دي موجودة عندهم واضحة وضوح الشمس ما فيش نبس فيها ولا أغمام أستاذ صلاح معلش بعد إذنك اسمحي يا أستاذ صلاح مبدئيا هي كل التعليقات أو كل الشكاوى جات من محافظة الإسكندرية تحديدا ولا هناك محافظات أخرى في هذه الواقعة في الحقيقة الشكاوى اللي عندنا من عدد من الفنادق الإسكندرية وفندق ريال مارشيل بالقاهرة وطبعاً احنا ما تتبعناش بقى الفنادق يعني لكن لما يبقى الشكاوى في أكثر من سبعة فنادق من الإسكندرية وفندق ريال مارشيل بالقاهرة والتعليمات دي موجودة عندهم مصطفة مستجيمة ومسجلة على البيان الرسمي للفنادق تبقى أعطاها قدميدي تبقى حاجة أستاذ صلاح بعدنا في وزارة الداخلية عن أنها لم تصدر أي قرار بهذا الشكل أنت كده بتقيم الدعوة ضد من؟ ضد هذه الأوتلات فقط ولا ضد من؟ لا أنا موكمش الدعوة بهذه الأوتلات الدعوة دي مقامة بشكل أساسي ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير السياحة ورئيس غرفة المنشآت الفندقية بأطوارها المشتفة على هذه الفنادق والتعليمات دي موجودة في الفنادق ومسجلة على الموقع الرسمي لها وبالتالي إحنا بنتمسك بأن هذه القرارات مخالفة للدستور القانون ويتعين وقت الانتزاء والغاية طيب أستاذ علي حضرتك تبعت المنشورات الأستاذ صلاح بيتحدث عنها أنها موجودة في هذه الفنادق اللي قالها بالإسم أنها موجودة على صفحتها الرسمية بصي حضرتك احنا لازم نفرق بين منشآت فندقية تتبع وظفت السياحة ومنشآت فندقية تتبع المحليات أنا المعني به الفنادق المنشآت الفندقية التي تتبع وظفت السياحة وبالتالي تتبع وظفت المنشآت الفندقية هي دي اللي أنا سلطة عليها فبالتالي كل ما خارج هذا النطاق أنا ما أقدرش أنه نعلق على قانونيته لأنه يتبع المحليات طيب أستاذ علي هي اللي بيتبع وزارة السياحة هو الفنادق الخمس نجوم فقط؟ لا يا فندم ما يتبع وزارة السياحة الفنادق من واحد لغاية خمس نجوم يكون عنده ترقيق سياحة بمزاياه المعروفة ويجب أن يتبع النظم والنوايح والقوانين المنظمة لوزارة السياحة التنبيهات أنه قرار حضرته الضبط هذه التنبيهات بتقول يرجى الملاحظة أنه لا يسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي التي تقل عمرنا عن 40 سنة بتسجيل الوصول لمفردونا دون أزواج واني ده موجود في حضرتك في فندق رويل كرامب الأسكندرية طب هل الفندق يا أستاذ صراح لأنه أستاذ علاء بيقول أنه فيه فنادق لازم نفرق ما بين الفنادق اللي تتبع وزارة السياحة والفنادق التي تتبع للمحليات هل هذه الفنادق اللي حضرتك ذكرتها تتبع وزارة السياحة أم لا؟ أنا طبعا ما دخلتش هل هي معا موافقة وزارة السياحة أم لا بس طالما أن هذا الفندق يستقبل نزلاء إذن هو أخذ على وزارة السياحة بالتأكيد إنما التفرق ما بين الفنادق أخذ على وزارة السياحة وفي الفنادق أخذ على المحليات يعني أصب المحليات المحافظات يعني أعتقد في جميع الأحوال برضو التي تشرب على وزارة السياحة ولا كده يبقى الفنادق دي كده هتعمل لنا كارسة لأطبال المساحة بتشرفش عليها يعني ده أعتقد أن الرد ده كده يعني أستاذ علاء من واقع الأستاذ سلاحة ذكره برأيك ليه حصل في الفترة الأخيرة دي أستاذ علاء حتى لو هذه الأوتلات لم تكن تابعة لوزارة السياحة بالأساس بس ليه حصل هذا القرار أو هذه الإجراءات هل في شواهد هل حصلت حوادث فاضطرت هذه الأوتلات لأخذ هذه القرارات زي ما حضرتها زكارتي أو من سياحة الأستاذ سلاح أن لا يوجد قرارات سواء من وزارة الداخلية أو من وزارة السياحة بهذا الصدر فبالتالي أعتقد أن دي أمور فردية ناجعة من أصحاب أو إدارات تلك المنشآت الفندقية سواء تابعة المحليات أو خلافه لو تابعة لوزارة السياحة فسوف يتم التحقيق في ذلك وأخذ الإجراءات اللازمة من تصحيح الوضع أنا ما أعتقدش أن الموضوع ده ممكن يكون يعني مليش تعليق قوي بالنسبة ليه حصل اللغط في هذه المسألة دي بالوقتي ومش قبل كده لأنه ممكن يكون الموضع قائم من فترة لكن لم يتنبه العمل إلا الآن لكن أنا ما زلت برضو أذكر أن موضوع فردي إلى حد كبير ولا يوجد شبه تعميل في تلك المخالفة أخيراً أستاذ صلاح مصير الدعوة في حالة عدم التأكد من صحة الواقعة في حالة أن الجهات المختصة بتقول أننا ما أصدرمش هزئل هزئل التعليمات أو هزئل قرارات الدعوة مؤجلة لجلسة 17 يوليا الجاري لتفديم الجال إدارية رضاها على الدعوة وبالتالي إذا لم تصدر هذه القرارات أو أنها نفت صدرها مثل هذه القرارات فبالتالي يجب عليها إصدار تعليمات صريحة ومباشرة للفنادق بعدم ممنعة في أقامة المصريات أو النساء دول الخليجي بالفنادق في سن الأدعي أشكرك أستاذ صلاح بخيط المحامي ومقيم الدعوة الأستاذ علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال الغرف الفندقية والمنشآت السياحية شكرا جزيلا لانضمام لنا على شاشة بي 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 سيد ترجمة نانسي قنقر حسيت أنه يعني بلدي وبتكرمني وجايزة وكل الكلام دوات طبعاً كنت مخدودة جداً لمدة حوالي يوم ونص أو يومين العمل الفائز هو كونشيرتو ومقطوعات للكونترباس والبيانو للمؤلف كوزابتسكي أو سيرجي كوزابتسكي هو مؤلف روسي فكتوب برضو بنقصين ألمانيا هو لأن التسجيل دوات أو الفيديو دوات كان من حفلة التخلق بتهاي في سبتمبر اللي فات في ألمانيا في برلين اتخركت من كونسرباطوري القاهرة واشتغلت في أوركسترا الأوبرا كريدر كونترباس لمدة حوالي ثلاث سنين وقابليها كنت في أوركسترا مصر بالهارموني في مصر كنت عاوزة يعني وصلت لأعلى حاجة ممكن يعني حد يوصل لها أن أنا بقيت الليدر بتاع السكشن فحسيت إنه لأ أنا عاوزة بقى أحسن عاوزة أستفيد أكتر عاوزة أتعلم أكتر بشتغل يعني كذا إنسامبل إنسامبل هو مجموعة من العازفين عاملين زي أوركسترا صغيرة زي ما بيقول أو مجموعة صغيرة من العازفين وبيعزفوا أغلب الوقت موسيقى حجرة وبعض الأعمال الأوركسترالية دون انتظار لجان الفحص وافقت الحكومة المصرية على جميع طلبات التصالح على مخالفات البناء في الريف وعددها نحو مليون وستمائة ألف طلب من إجمالي مليوني وثمانمائة ألف طلب كما أعلنت عن انطلاق مشروع الرقم القومي العقاري الموحد بداية من محافظة بورسعيد في شهر يوليو المقبل الأسباب والتفاصيل مع ضيفي الأستاذ صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق أهلا بيك أستاذ صبري يا أهلا وسهلا أهلا بيك في البداية أستاذ صبري ما سبب اتخاذ هذا القرار لعدد كبير من الناس مرة واحدة؟ أولا هذا القرار جاء لصالح كل من تقدم للتصالح وتنطبق عليه الشروط التي حددها القانون واحنا قلناها قبل كده أكتر من مرة وبالتالي بدل ما يبقى فيه لجان تطلع تعاين وبعدين تطلع تكتب تقرير وبعدين تحدد القيمة الخاصة بالتصالح الحكومة اختصرت كل ده في الوقت وفي المجهود وقررت قبول كل طلبات التصالح على في البناء في مخالفات البناء مدامة تندرج تحت الشروط التي حددها القانون طب إزاي فاندم الحكومة قال قبلت جميع هذه الطلبات دون فحص يعني حداك بتقول إن هناك شروط لكن الشروط في هذه المرة لم تنطبق على الجميع فتم استثناء المليون فاصل ستة من عشر طلب ده بدون فحص خلينا أقول لحضرتك إنه الأوراق التي قدمها المتصالح وفقا لقانون التصالح تم مراجعتها وفحصها وكل الجديد إنه تم إرجاء اللي جان لوقت سابق ولو حضرتك تخدي بالك إنه قرار الحكومة كان توقيع المتصالح الذي قبلت أوراقه وقبل مبلغ التصالح اللي هو 25% من قيمة التصالح على إقرار لمدة ثلاث سنوات يعني هذا الإقرار ساري لمدة ثلاث سنوات يقر فيه بصحة البيانات التي قدمها عندما تقدم لطلب التصالح بمعنى لو هو كاتب إن أنا عندي وحدة سكنية مساحتها 100 متر فالحكومة خدت بهذا الذي كتبه المتصالح وقالت له على مسؤوليتك وسوف تمر اللي جان على مدى السنوات الثلاث عشان تراجع بشكل عشوائي هذه الوحدات التي قيل أنها مساحتها كذا في الإقرار ووجدت كما هي مفيش مشكلة وجدت أزيد حيبقى فيه اتخاذ إجراءات قانونية ضده أهمها أنه يدفعوا المبلغ اللي ناقص في التصالح واتخاذ قانون لأنه إجراء قانوني لأنه هذا يعد تزويرا في أوراق رسمية أو يعد تدليسا على الحكومة وأنه تقدم ببيانات غير حقيقية وبالتالي يخضع المتصالح الذي قدم بيانات غير حقيقية للقانون في الفرق بين الموقفين في بداية تنفيذ قانون التصالح ثم في المرة الحالية في التنفيذ هناك اختلاف كبير في الموقفين فهل يؤثر ذلك على مصداقية الحكومة؟ لا طبعا ده بالعكس ده بيأكد رغبة الحكومة الشديدة في التخفيف عن المواطنين المخالفين مدام الحكومة وضعت أمام أمر واقع وكان لدينا 3.600.000 مخالفة مرصودة غير المخالفات التي لم ترصد فالحكومة كان لديها توجه حميد وتوجه إقرار بالواقع ومن هنا صدر قانون التصالح اللي أقيم حوله اللغة الكثير وكان هناك من يحاول إشعال النار لكن الناس بعد ما هدية وشابت مزايا التصالح هي اللي بادرت بطلب التصالح وحتى كانت بتقول أن الحكومة متبطأة في إجراء عمليات التصالح ومن هنا كان القرار اللي خدته الحكومة في اجتمعها الأخير الأربعاء الماضي ميسرا أكثر على الذين تقدموا بطلبات التصالح وتم قبول هذه الطلبات وتم اختارهم بذلك نعم طيب أستاذ صبري ماذا قدرة أهالي الريف على استكمال البناء في المهلة المحددة؟ لا ما فيش شوفي حضرتك التصالح بيتم على المخالفات القائمة وليس هناك تصالح جديد بمعنى أنه الدولة تصالح الناس على مخالفات تمت منذ سنوات أو تمت في الفترة اللي قبل التقدم بطلب التصالح أما فيما عدا ذلك لن تسمح الدولة بإقامة مخالفات جديدة أو استكمال المخالفات التي لم يتم التصالح عليها نعم ما الإجراءات بحق من بنوا على أراضي الدولة أستاذ صبري؟ اللي بنوا على أراضي الدولة إذا لم يتم تقدمهم لطلبات التصالح في الموعيد المحددة حيفضل معتد على أراضي الدولة ولا بد أن يتخذ ضده إجراء قانوني وهو الإزالة لكن الذي تقدم بطلب للتصالح أو توفيق الأوضاع وقبلته الحكومة سوف يعمل معاملة المتصالحين لكن في محددات للقبول ألا تكون هذه الأراضي على أراضي الأصار أو حرم النيل أو أراضي متعلقة بوزارة الدفاع أو في حرم العمليات العسكرية اللي ممكن تحصل أو تعارض سلطة الطيران المدني الارتفاعات حوالين المطارات كل دي المحددات اللي القانون قال أنه لا يجزء التصالح فيها أيضا فيه الأراضي على البناء على الأراضي الزراعية فيه خارج الحيز العمراني اللي تم تحديده للقرية وصعب جدا أنه يوصل له المرافق من مياه وصرف صحي وكهرابة وبالتالي غير مسموح بهذا البناء المخالف بالتصالح طيب ما صير مقدم الطلبات في المدن يا أستاذ صبري ما ما صيرهم نفس القصة يعني نفس الناس التي تقدمت بالتصالح في القرى والريف في المدن بس الأسعار حتبقى مختلفة وفقا مش كل الأسعار حتبقى محددة في مدينة يعني اللي ساكن في جاردن سيتي مش زي اللي ساكن في منشية ناصر أو اللي ساكن في شبرال الخيمة مش زي اللي ساكن في مدينة بنها أو اللي ساكن في الزمالك أو في المهندسين أو في الدقي زي ما أنا ساكن كده مش حيدفع أو من العدل أنه ما يدفعش زي اللي بيدفع في حتة شعبية في الدقي برضو اسمها مثلا أولاد علام أو اسمها داير الناحية مش من العدل أنه أدفع أنا زي الناس اللي ساكن في نفس المناطق دي لكن من العدل أني أدفع قيمة المكان اللي أنا ساكن فيه بما يسائوي أو يلازم بالقيمة السوقية للمبنى ولا بالقيمة اللي وقت ما اشترى بيها لأنه تعرف حضرتك أن الأسعار طول الوقت مختلفة وحتى قبل التعويم مش زي ما بعد التعويم فبالتالي هل كيف تصعر القيمة هتصعر وفقا للقيمة السوقية الآن مش وفقا لما اشترى لسبب بسيط لأنه هو هيستفيد بالخدمات بسعر الآن وحيستفيد بكل التطور اللي حصل الآن ما ينفعش أقول له أنا اشتريت الشقة دي بتلاتين ألف يبقى قيمتها تفضل تلاتين ألف هو لما اشتراها بتلاتين ألف لكن لما يجي يباحها حيباحها بكام يا فان هل هيباحها بتلاتين ألف برضو؟ أكيد لا بس مش كله ممكن بتكون دي سكن مدى العمر يعني مدى الحياة والطبقات الاجتماعية كمان والدخل كمان مختلف فبالتالي هل هيكون فيه حتى نسبة مراعاوة لو ضئيلة للوضع الاجتماعي لكل أسرة؟ تمت المراعاية فاندم بالتخفيض المستمر لأكتر من مرة لو تسمعي حضرتك أنه أكتر من محافظ عمل تخفيضات من أول السعر الأولي إلى أن وصل إلى السعر المرضي لكل المتقدمين للتصالح لم يعد هناك شكوى من ارتفاع تقدير السعر في مبانيهم كانت شكوى قبل كده لكن تم التخفيض مرة واثنين وثلاثة وأصبح هناك رضا عام كل واحد في منطقته بأراضي عن السعر الذي تحدد له وكل واحد في محافظته ومدنته بأراضي عن السعر الذي تحدد له القضية بقى مش قضية بس تحديد السعر شوفي مقابل أنك تتصلحي إيه؟ مقابل أن حضرتك تتصلحي أنه موقفك اللي غير قانوني تحول إلى موقف قانوني سعر الشقة نفسها حيزيد ويرتبع لو فكرت اتبعيها ليه؟ لأنه ده وضعها قانوني أنت عارفة حضرتك اللي كان بيشتري أدوار غير مرخصة كان بيشتري بسعر أقل في نفس العمارة من الأدوار المرخصة وبالتالي لما تبقى الأدوار كلها مرخصة عايزين نقطة واضحة تماما حتى لو ده همنا الوقت في سؤال أخير ما مدى مساهمة مشروع الرقم القومي العقاري في منع المخالفات؟ ده مش حيمنع المخالفات وبس ده حيعمل شهادة ميلاد عقارية للوحدة الشقة أو الفيلا تقدري تعرفي منها عدد حجراتها تعرفي منها هي في الدور الكام تعرفي منها مساحتها قد إيه؟ تعرفي منها سعرها السوقي قد إيه؟ تعرفي منها مين صاحبها؟ زي بالظبط كأنك بتعملي شهادة مخالفات أو تعملي شهادة بيانات خاصة بسيارة حضرتك في إدارة المروض تعرفي من اللي كان مالك السيارة الشاسي رقمه كام؟ الموتور رقمه كام؟ اللوحة المعدنية رقمها كام؟ وهكذا ده كمان مش هيعمل كده وبس ده حيحصي عملية إحصاء لقيمة السروة العقارية التي تملكها مصر سواء يملكها أطرار أو تملكها داوار مصر ولا قيمة السروة العقارية اللي يملكها الأفراد؟ ما بقول لحضرتك القيمة السروة العقارية أنا لما آجي بقولت لحضرتك سواء كانت تملكها الدولة أو يملكها الأفراد أنا لما أجي خطط لبناء مثلا مدينة جديدة أبقى عارف احتياجات المدينة من القيمة اللي عندي من الأعداد اللي عندي من عدد السكان لما أجي أعمل خطط تنمية أعرف فين أعمل محطة كهرباء وفين أعمل مية وفين أعمل زرب صحي حسب احتياجات السكان اللي موجودين من خلال تقييم ورصد ومتابعة الوحدات العقارية اللي مسجلة عندي وليها رقم قوة أشكرك أستاذ صابري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق شكرا جزيلا للانضمام لنا على شاشة بي بي سي أهلا وسهلا اشتركوا في القناة الفكرة في البداية هي جات من أنه الاحتياج لوجود آلات موسيقية تبقى معيها وتبقى حوالي يعني ألعب بيها وأنني مثلا كنفسي أشتري آلات هي بعيدة عني مش موجودة حواليها في المنطقة مثلا في مصر أو في الشرق الأوسط أو حوالي يعني وبتكون في منها آلات كتير جدا ندرة فده اللي خلاني وداني الدفع أن أنا أقدر أحاول أن أنا صنع آلات موسيقية تكون من خامات بسيطة واللي هي من خامات زي الزبالة وده خلاني أن أنا أعمل مشروع اسمه موسيقى الزبالة كان في لوق سور هو عبارة عن أن إحنا بنعلم الأطفال إزاي أن أعلمهم يصنعوا آلات موسيقية مصنوعهم من الزبالة وإزاي اللعبوا عليها موسيقى الزبالة مع الأطفال في لوق سور كان من أنجح المشاريع اللي أنا اشتغلتها في حياتي وكان تقبل الأهالي قبل الولاد كان شيء مدهش جدا كله إيجابية كله لا أنه لا لازم نشوف ونتعلم إزاي الحاجات دي بتحاول إزاي تغيير الإيمان من أنها حاجة زي الزبالة تتغير قيمتها أنها تكون مثلا آلة موسيقية أو شيء نقدر نعبر بيها عن نفسنا أو الولاد يعبروا بيها عن نفسهم موسيقى باتفق مثلا مع ناس أصحابي عندهم كميات معينة من الأزاز البلاستيك أو أنا بنزل ألمهم مثلا بنفسي أو باتفق مع ناس بتام الحاملات لجمع موسيقى الزبالة دي مثلا من على الشواطئ أو طهارهم كويس جدا باتطمن تماما بخسلهم أكتر من أربع خمس فرات بكون منتبه تماما للموضوع يعني ودي بعملها للحاجات اللي هي مش ممكن إنه ممكن ما تكونش أنا بحطها بلمسها بشكل أساسي يعني ممكن هي بس تكون في مرحلة التصنيع بس أنا بلمسها وخلاص يعني مثلا لمسها بيكون عبارة عن إن أنا بحطتها بعاصها يعني مثلا أو عسيان معينة لكن غير مثلا الحاجات اللي أنا ممكن أكون بحطها في بوك إيها وبالعب بيها زي الفلوت مثلا أو زي الحاجات اللي هي أهلات النفخ مثلا إزاي هي تكون من الزبالة ونحولها بدأت بعد غياب دام لأكثر من ست سنوات عن السينيما عادت الفنانة ليلة علوي إلى دور العرض مرة أخرى بفيلم ماما حامل والذي بدأ عرضه للجمهور مطلع الشهر الجاري وحول الفيلم ومشروعاتها الفنية ألتقي بالفنانة الكبيرة المصرية ليلة علوي برحب حضرتك أهلا بيك أهلا بيك بعد خمس سنوات على فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن جاء فيلم ماما حامل ما سر هذا الغاب؟ لا هو حاجات كتيرة أولا كان فيه فيلم في النص بس هو لسه ما اكتملش وبعدين حصلت لي ظروف معروفة كلنا عارفين عمش أحب أقولها تاني وفاة أهم إنسانة في حياتي الله يرحمها الحقيقة عادت بعدها شوية كده مش قادرة أعمل حاجة وده بيحصل طبيعي يعني أي حد كده وبعد كده كان لازم ألاقي حاجة مختلفة وجميلة عشان أرجع بيها للسينما ليه اختارتي دوق الدور في ماما حامل؟ هما اللي اختاروني وأنا وفقت لأن الفكرة جديدة أنا أول ما قريت السكريبت يعني انبسطت وتحكت وعجبني ويعني حسيت فيه أنه هو يعني ثلث جدا ودمه خفيف جدا وفي نفس الوقت مش متوقع مش متوقع منك مش متوقع منك مش متوقع لا وأنا بقرار ومش متوقع مني ده برضو إضافة مهمة يعني كاست حلو مخرج متمكن لا يعني ما ترددتش فيلم ماما حامل يعتبر من ضمن الأفلام الأخيرة اللي نزلت في هذه الفترة الماضية حق أعلى نسبة إراد وده على غير المتوقع على الرغم من ممكن قبلها بأيام قبل طرح الفيلم كان الناق الطارق الشنوي قال إنه ده موسم الضعفاء بين قصين وإنتي عملتي عكس تماما بعد ما الفيلم نزل بصي إحنا طبعا بنمر بظروف في السينما دلوقتي أعتقد الحالة الاقتصادية كلها إن ما فيش نفس الكم من الناس اللي بتدخل فيه قوانين بتخليك إن فيه نسبة نسبة معينة مش كامل العدد فيه ناس كتير خايفة فطبعا ده ببقى ما قلقتيش من طرح الفيلم في الأيام دي؟ بصي دايما الواحد بيقلق ودايما بيقول يا رب ودايما أنت بتقولي دايما رأيك إيه لكن في النهاية ده مش بتاعك أنت يعني يعني أنا مثلا أقول مثلا أنا شايفة كذا يا جماعة لكن في النهاية فيه جهة مختصة أكتر مني بتقول الفيلم دا ينزل إمتا وكده يعني مثلا هما كانوا عاوزين عم ينحسابهم إنه هما ينزلوه في العيد أوكي؟ وبعدين جات العيد بقى فيه حفلات ما اتلغت اتلغت وبقى فيه حزر وبقى فيه كذا وبقى فيه كذا فقلنا قدر الله ما شاء فعله الخير ربنا هيكتبوه والحمد لله فيه تجربة المسلسلات ذات القصص المنفصلة وخصوصا أنك من أوائل النجوم اللي قدمتيها في 2009 لما عملت حكايات وبنعيشها رأيك فيها إيه لما بتعايت حاليا أو بتبتدوا يشتغلوا عليها دلوقتي شايفة أنها يعني أنا شخصيا يعني بحب الحاجات المختصرة ما بحبش لونجير في الحلقات ومش أنا المشاهد الحقيقة كده وبيحسها قوي بأعتقد أنه بيبقى صعب جدا على السيناريست أنه هو يقدر يكتب يعني موضوع الستين حلقة وتسين حلقة يعني لازم تبقى ورشة كبيرة ولازم تبقى يعني يعني معرفش بحس أن التاني أو أنا من الجمهور اللي بحب الحلقات القصيرة وشايفة أنه النهاردة كل المنصات وكل المحطات والعالم كله متجه أنه هو يكون الحلقات عشر حلقات وبعد أنت تدقى عشر حلقات تانية بعدين أنت ممكن تعبالي مسلسل تعرض على منصة من الأول ما تعرضتش على التلفزيون تحب تشتغلي ده الفنان أو أنا يعني كفنانة بتكلم عن نفسي بحس أن أنا يعني هو العمل الكويس الناس بتشوفه في أي حد دي نمرة واحدة الأمر اتنين أنه المهم مش العمل نازل فين أو إمتى الأهم منه أن العمل يكون عجبني ويكون مختلف ويكون حلو يعني نفس الكلام اللي أنا قلته في ليه وفقت على الفيلم فاهماني إزاي أو ليه بختار ما بشتغلش كتير بأشغلي ليه إختيارات لأنني بدور على الحاجة المختلفة أنا قدمت الحمد لله مثلا سبعة وثمانين فيلم عملت خمسة وثلاثين مسلسل عملت عشر مسرحيات فلازم لما يجي هعمل حاجة تانية بعد العمر والتاريخ ده لازم إن أنا أكون مختلفة وبقدم حاجة جديدة وتعجب الناس فده أكيد ما ببقاش سهل دايما نتلاقيه وده الحافز الأساسي إن أنا أحب العمل أحب الدور علشان أشتغل اتحقق لك ده كله في حدود الست الهواني من اللي عملتيها أو عرضت لك قبل رمضان مباشرة آه جميل فكرة جدا 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 الحقيقة الكتابة كانت حلوة اختيارات قضايا المرأة المختلفة آه حتى من اسم ست الهواني لا أصلي اسم المسلسل كل اسمه زي الأمر زي الأمر فأنا دايما بشوف إن دايما المرأة أو الأنس إنها دايما زي الأمر لها الأمر في روحها وشخصيتها وفي عطاقها وفي قدرة تحملها وفي صلبتها وكل دايما الحقيقة تحقق في ست الهواني في ست الهواني الفكرة أنا الرمضان هو الشهر الوحيد اللي كل القنوات بتبقى عايزة فيه 30 حلقة آه ابتدوا يبقى يفكروا في عشرة وعشرة وعشرة ابتدوا يفكروا في خمستاشر وخمستاشر زي ما أنا عملت في 2009 و2010 لكن يعني بصي كل موضوع وليه عدد حلقاته وكل إنتاج ليه رؤيته لكن في النهاية سواء بيتعامل خمس حلقات أو صهرة أو فيلم أو 30 حلقة المهم إن العمل يبقى معمول كويس مكتوب كويس وده إحنا نقدر نعمله ليلة علوي أنا بشكرك شكرا جزيلا أن اتنورتيني في برنامج بتوقيت مصر على شاشة بي بي سي الشكر لكم مشاهدين الكرام بتاعت حلقة هذا الأسبوع من برنامج بتوقيت مصر بإمكانكم مشاهدة للحلقة كاملة على صفحة برامجنا بي بي سي عربي الشكر لكم مرة أخرى والشكر لفريق عمل بتوقيت مصر لكم تحياتي نسمى السعيد اشتركوا في القناة